اشتركوا في القناة على قناتي ودايما ما بستعمل حاجة بجمعهم لكم كده وحب اتكلم فيهم بصراحة ورأيي فيهم بمنتهى الشفافية واتمنى لو عجبك في فيديو تحطي لايك وكمان تعملي شير لكل اصحابك اللي بحبوا المنتجات يا ربي الفيديو النهاردة يا جيبك ويلا بينا على فيديو النهاردة والمنتجات خلصتها يا طرح استعملها تاني ورا لقاء يلا بينا على الفيديو اول حاجة هتكلم عنها النهاردة وحتكون جديدة من نوعها وهبدأ بيها الفيديو وهي الحاجات اللي فيها روايا ايه هي العطور والبخور والمرشوشات بتاعة البيت حلوة ولا وحشة يلا بينا ودي اول حاجة هنتكلم عنها اول حاجة هتكلم عنها هو البخور ده من اجمل عود مبخر اجمل موجود في اكتر من مكان واعتقد له موقع كمان تقدروا تاخدوا منه البخور من اجمل بخور وعطور اللي بحبها بصوا انا عندي لستة من الاماكن اللي بشتري منها البخور والعطور لكن عود مبخر ثابت جدا في البيت وعلى فكرة مش بس للبيت تقدروا بصوا بيبقى علبة وصادر كوة علبة كده بيبقوا محفوظة كده بالطريقة دي اهي مش قادر اقول لكم قد ايه جميلة جدا وثابتة وفواحة في البيت دي اول منتج هستعمله تاني طبعا لاني زي تالت او رابع مرة استعمله النوع التاني من البخور والعطور اللي بحبها في البيت او البخور في البيت وهو معمول ملكي او ملكي وعود مطيب الاتنين دول من مركة معروفة جدا عندنا هنا في الكويت اسمها بيت المسك بحبهم فوق الخيال من اجمل انواع البخور الرخيصة عود مبخر بالنسبة لاجمل هو غالي سيكا اللي معامزانية اعلى شوية لكن اللي ميزانيته على قد حالها وعلى قد حالة زي كدر نقدر نجيب من بيت المسك دي على خمسة خمسة دينار اعتقد فيها تلتين ونص بتعود معاكي فترة طويلة وثابتة جدا ملكي وعود مطيب الاتنين ده عود وده على العود الاتنين اقوى من بعض وليهم كمان مرشوش تقدر تجيبي منه كمان المرشوش هيسبتلك ريحة اكتر للسراير للبيت للقوضة للحمام في ناس كتير يقولك ما تبخريش في الحمام انا بالامانة ببخر بحط المبخرة شوية واسيب الشفاط او المروحة اللي جوه شفاط بيت تشتغل بتدي ريحة رائعة البخور بنصحك بيه وحستعملهم تاني وتالت ورابع لانه على قد ميزانيتي لو انا معيش فلوس خالص بحط حتة حتة كده عشان اكمل لحد اخر الشهر لاني مقدرش استغنها عن البخور يوميا مش بس يوم الجمعة نوع البخور التالت اللي معايا في الحاجات اللي خلصتها النهاردة وهو من العربية للعود يبقى انا كده قلتلكم من اجمل وقلتلكم من بيت المسك وتالت نوع هو من العربية للعود وهو اسمه كلمات بصوا هي اسم لها برفان وليها بخور دي العلبة بيعشرين بس انا دايما بخدها بخمسين في المية فبخدها بعشرة نهار بس بس دي ضعف بتاعة بيت المسك يعني الكمية الكمية بتاعة بيت المسك والكمية دي دي ضعف دي في الكمية فحتلقى امه خمسة جبتيها بعشرة غير كده عشرة في العرض بتاعة الخمسين في المية ده رحته خيال كلمات وهو كلمات بصوا بقى هم كاتبين على العلبة ايه امانة حب فرح سعادة نجاح دلال صدق يعني هي كلمات فكلمات بقى خديها انتي بقى بمعنى كل الكلمات الحلوة فضيع يا بنات بجد ده ارشحوا لكم العربية للعود شفت محل كبير اوي في سنة استفان وفي سكندرية فرحت اوي ان العربية للعود بقت في مصر ومش مجرد ستاند لا ده محل كبير اوي في كل حاجة والعربية العود موجودة في السعودية وموجودة في الكويت من اجمل و هنقول ارخص هو ارخص من عبدالسامد القرشي مثلا وحكته حلوة وفواحة وسبتة ونكمل بقية العطور والبخور هو دار الطيب لسه فيها لسه فيها ناسايب في ناسايب وفي زفاف من اجمل مرشوشات العالم من دار الطيب هي ناسايب احطها لكو تاني مرة كنت بسور وكات ورايا هنا وكنت حطة الطبق بتاع البرفيوم بتاعي والعطور فواحدة سألتني منال هي البرفيوم الكبيرة اوي دي ايه ده مش بيرفيوم ده مرشوش بخري الملابس بخري الدولاب بتبخري عبيتك بتبخري فستانك بعد ما تبخريه بترشيه بنسايب اللي هو الاسويت زفاف لونها ابيض لو قدرت احط لكو سورت هحطها لكو هنا من اجمل عطور ورشوش بجد دار الطيب سعرها 15 دينار بتنزل في عروض هي موجودة على بوتيكات حصرية مش موجودة في المحل بتاع دار الطيب لما تروح تقولونه لو عايزها مرشوش ناسايب هيقولك مش موجود هتخديه بس من بوتيكات فبتنزل عليها عروض بتبقى من 15 دينار ل 12 دينار اول ما تنزل 12 دينار انا بجيبه واحدة بتقعد معايا مثلا ثلاث شهور اربع شهور ليه با لان هي بس خلصت انصحك بيها لو انت اصحاب الريحة القوية مش لازم تخرجي بيها عودي بيها في البيت حطيها في الجلاب حطيها في الملابس ويدعيي لي من المرشوشات الخفيفة الخفيفة والفرنسية مش العربية خيال كي جي الشركة دي طبع شركة بيوتي فارب الشركة دي بقى لها موقع تقدر تشير منها في كل مكان والتوصيل في كل حتة اكتبي بس بيوتي فارب حينزلك الابليكيشن او هينزلك الموقع سعرها تلاتة دار او حاجة زي كده كميتها اعتقد 500 ملي في منها على الفرنسي وفي منها على عربي لكن نوع خيال ده فرنسي عربي طحفة جدا شيء تاني مرشوش ده كان مشروع موجود هنا في الكويت اسمه نفحات بانوتا بجد بعدتهمني هدية انا بشجعها جدا هم راحتهم حلوين بس كانوا خفاف شوية مش بقوة الحاجات اللي قلت عليها لكن لو شفتوها في طريقكم نفحات صفحة على الانستجرام بتبيعهم اونلاين لكن ما نكرش ان انا انبسطت بيهم وانبسطت من هديتها جدا ولو هي شفت الفيديو ده انا بشكرها جدا هي سحبة صفحة بتبيع فيها نفحات بخور ومرشوش وكان بنفس النفحات كان معمول او وعود نفحات كان نفس الشيء بعدتهم لي هدية انا بشكرها جدا شجعوها وشموها والحاجات اللي عندها رخيصة بتعمل دايما باكتج على بعضه تقداري تشتريه حلو جدا من العطور اللي خلصت عندي كبرفيوم اه واتكلمت عنهم ومعجبونيش بصراحة اه ده بودي شوب كان وايت مسك فلورا ده معجبنيش خالص على فكرة تالب ببرفيوم اه كميته 30 ملي او 50 ملي وكان سعره غالي على فكرة بس انا جايباه في عرض ب3 او ب5 دنار اه هو سعره الاساسي غالي ب16 ب14 ولا يسوى دنار ولا يسوى جنيه ريحة اقولكو يعني بس بادي وورس البتاع اللي قد كده دي بتاعة الجسم البادي مست حسن منه مليون مرة اللي جربه وعجبه يقول لي انا ما عجبنيش خالص البرفيوم ده مش هجيبه تاني وحفظة لقول ما تجيبوش البرفيوم ده حتى الاسبري بتاعه مش حل ولو انتو حابين تشوفوها محبتهاش محبتهاش وحفظة لقول من هنا للصبح مش هجيبها تاني خالص بالحاجات اللي بحبها بقى وبحب بخرها برضو من اصغر علي اصغر علي موجود في السعودية ولو موقع برضو تقدروا تشتروا منه ونسل في الكويت وفي الخليج يعرفوه كويس قوي عمل زي جونيد كده بس هوا ما فيش محل هنا دلوقتي يبقى جونيد موجود فرع هنا في الكويت لكن اصغر علي للأسف لأ اللي بيروح السعودية ويعمل عمرة ويروح هناك يسال فين عطور اصغر علي انا في السعودية هنا في الكويت اصغر علي تدبع المحلات الشعبية بس بتدبع بخورهم بطورهم جوة المحلات الشعبية زي سوق الامتياز بخاخ استبرق استبرق لو بخور و لو مرشوش ريحته عربية بس عربية خفيفة ريحته بخور كأنه مبخر البيت بس دوات برفيوم فبتحطيه ولو عندك بخوره برضو البخور بتاعه عم زي شوكولاتة كده فعيل البا لو قدرت اجيبها لكم احطها لكم هنا بخور استبرق مع برفيوم استبرق لما بيبقل اتنين مع بعض ريحته رائعة وباقية البخور والعطور والروايح الحلوة لازم اتكلم عن شموع بس عند بادي ووركس الشمعة اللي فيها اي حاجة فيها بري ريس بري ستروبري بري 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 اي حاجة فيها بير بري بيبقى ريحته حلوة قوي ريحته دايما يا فرولة يا توت بيبقى ريحتها سبتة جدا ودي شمعة من شموع لو لقتيها اسمها فروستد كرامبري زي ما قلت لكم اي حاجة فيها بري بتبقى رائعة فانصحكم جدا بشموع بواثن بادي ووركس ثاني حاجة معايا او ثاني مجموعة معايا وهي مجموعة سكين كير حاجات استعملتها وخلصت وليا عليها تعليقات كتير اول حاجة او المشهورة جدا هو بيكسي بيكسي لهو كازا تونر فيه اللي هو الجلو تونيك والتاني اللي هو بمية ده بمية الورد اعتقد ده من اشهر التونر الفترة اللي فاتت اللي الناس كتير تكلموا عنها بس اللي امانة النوع ده اللي هو اسمه جلو فيه نوع تاني لسه مخلصش معايا حبيت التاني اكتر من ده رغم انه ده بالذات اللي شكره فيه اللي اسمه جلو تونيك ما عرفش يمكن عايز بنات بشرتها ما فيهاش اي اخطاء بشرتها تكون كويسة اصلا ما فيهاش اي مشاكل هو المفروض انه هو بينظف وبينعش المسام وبيقفل المسام وبيجهز البشرة ايه الميكب ايه ايه وبيدي كمان جلوي صراحة انا محسيتش بده نكمل السكين كير باللوك ده وقلولي اللوك ده احلى ولا لما كنت رفع الزونت احسن عشان حسيت اني انا حرانة فقلت انا اسدل الزونت ايه بيكسي حسيت ان هو عادي جدا ما عمليش جلوي زي ما بيقولوا حسيت ان هو تونر عادي او تونيك عادي منظف عادي بيقفل المسام عادي مش الواو مش هشتريه تاني اوكي حواريكم النوع التاني اللي هو لافندر النوع الاخر بمية الورد اعتقد او بمية لافندر هقولكو برضو بعد كده ريفيو عنها الحاجة التانية اورجينس اه اللي كنت جايبها الحجم الصغير كريم مرطب لجميع انواع البشرة اه بصوا هو البشرة الجافة لانه تقيل ريحته ما حبتهاش فيها اعشاب يعني تحسوا فيها لمون فيها اعشاب كده ما حبتهوش قوي لكن ككريم مرطب كان حلو اه الاحجام الصغيرة حلوة الاحجام الكبيرة سعرها غالي قوي لكن مش سيء حلو كريم يستاهل الضجة اورجينس انا حسيت ان المركة دي او النوع ده خلي بالكو فيه انواع كتير في البشرة الجافة وفي البشرة الدهنية وفي البشرة مختلطة اه لو انتو حابين تشوفوا ده اه لو لقيتو في عرض تاني انا كنت جايبها العلبة دي في البلاك فراي دي كان باتنين دونار حبيتو كان مرتب والحلو في العبوات صغيرة تحت في الشنطة تقداري تروح بيها اي مكان تسافري بيها ويبقى معاك المرتب بتاعك في شنطتك حلو مش وحش البردو مش واخد حقها بصراحة كتير اسمها فارمستيرز بس غالية يعني هي مركة مش واخد حقها مش بالشهرة هي سويسرية اعطا لكن مش سيئة ده كان هايلرونيك اسد على هيئة ووتر كريم يعني الهايلرونيك اسد عادة دايما بتلاقوه باللي هو القطارة او المطارة اللي بتتحطي نقط كده لأ ده كان عبارة عن انبوبة زي ما انتو شايفين عبارة عن هو كريم لكن اول ما تحطيها لقيدك عامل زي الميا يعني الكريمي حلو قوي دي البشرة البشرة المختلطة والبشرة الدهنية بيدي نضارة للبشرة بيقفل شوية المسام بحطه قبل الميك اوب كان تحفة فالمركة دي غالية حبتين وزي ما قلت لكم انها بولندية لكن لو لقيتها في عرض حاخدها دي بصراحة القناة جاية لي من الشركة سيت كامل من ضمنها سيرم وحاجات للشعر وشامبوهات للشعر حاجات الشعر فيها حاجات عجبتني وفيها حاجات ما عجبتنيش برضو حقول لكم عليها لما تخلص لكن كفارماسيرز كشركة مش سيئة والكريم ده بزي الهيلرونيك عجبتني فكرته انه هو في قنبوبة مش سائل قوي وتقدري تحطيه على ايدك ويتوزعيه على البشرة برضو ماركة تانية اسمها يورياج الماركة دي اعتقد تركيا يورياج ماركة برضو مش واخد حقها قوي كريم بيقلل الحساسية يعني مثلا لو نزلتي البحر او قاعدتي في الشمس وبعد كده روحتي البيت بتحطيه بعد الشمس بعد التعرض للشمس او للحر لو بشرتك حساسة لو فيها اللي هي الحمار اللي هي العروق الخفيفة اللي بتحمر برضو ده عجبني جدا كان مهدي جدا للبشرة وهو حلو قوي للبشرة الحساسة والجفة في نفس الوقت بيحبس المية جوه البشرة ده برضو من الماركات اللي لازم كلكو لو لسه مجربتهاش تجربوها لانها فعلا تستاهل سعرها مش غالي قوي يعني مش زي فارماسيرز يعني لو قلنا مثلا فارماسيرز ويورياج لأ اعتقد يورياج ارخص واخر واوي حاجة تانية من السكين كير اللي هو نوكس بصوا انا الماركة دي مش عيرا كده يعني حاجة كده عارفة لما تقولك ايه الكيميا مش جاية معايا نوكس لو انا بقول اسمها صح او نوكس من الماركات اللي انا مش حباها هي ونوبر سيفن لوحتي يعني عارفة لما تكون عندك فوبيا مثلا من الاماكن العالية على نفس الكلام معرفش ما حاولتش اشتري منها وما سمعتش عنها ولا متح ولا حاجة قالوا عليها انها سيئة ما حبتهاش قوي الامانة اه لكن لما جبت ده كان دي اول مرة اشتري منها وكان في بوتس وكان عليها عارض كان بحوالي دنار او جالي جالي بوكس كان جالي بوكس طبع شركة ما اشتريتوش لأ بالفيتامين ايه وبالعسل عجبيني جدا لو انتوا اقربوا لكم لو حابين تشوفوه الكريم ده جماعة حلو قوي من الحاجات اللي حبيتها جدا وممكن اقررها ما اشتريتهاش بس لو لقيتها وفيها عليها عارض هاشتريها نقص من الماركات برضو اللي هي مش غالية قوي ومش واخد حقها قوي في الدعاية يعني من ناس كتير مش بتكلم عنها حاجة معايا في السكين كير هو الجلام جلو من الماركات الحلوة جدا جدا وحبيتها قوي قوي ده كان غسول بص هو امريكي جلام جلو اصلا ماركة امريكية ده كان غسول للبشرة حبيتها قوي قوي بصوا هو كان لونه اسود مش عارف هتاخدوا بالك ولا هو بالفحم بصوا لونه اهو يارب تشوفوا اللون كويس شايفين بصوا انا كنت اخسر وشي من هنا ولاقي بشرتي فيها نقاء فيها صفاء شايفين من نقاء وصفاء ده الاخوات شايفين 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 قريت حسي فعلا بيها بنت عاش ونظافة ورونق وبيدي نظارة غير طبيعية ده موجود في سيفورة وموجود في اي هيرب انا كنت جايبة من اي هيرب سعره معقول هو عادة جلام جلو من الاسعار المعروفة لكن بجد منتج ممتاز وارشحولك لو شفتيه خديه على طول تكلم عنها وهو حاجات الجسم سواء بقى سكراب سواء اللوشن سواء من السكرابس عشان بس اجمع صح اللي استعملتهم الفترة الاخيرة من The Body Shop بالموز بالبانانا بيعمله عبارة عن سكراب وفوم في نفس الوقت يعني هو صابون وفي نفس الوقت فيه حبيبات نعمة كده بتقشر شوية في الجسم بصوه عشان بالموز كانت ريحته جات على الاخر كده ومحبتهاش محبتش الريحة بتاعته حبيباته نعمة بيعمل فوم بس ريحته ولا حاجة مقشر ضعيف قوي نعم على سعره يعني هو سعره تمانية او حاجة كده بس انا كنت جايبة في عرض باتنين دينار حبيباته نعمة ما بتقشرش كويس ومش ريحته القوية مش الريحة القوية اللي تقدر يتعتمدي عليها مش هجيبه تاني بس لو لقيته بالسعر التاني لواتنين دينار اوكي محبتش ريحة الموز بصراحة عرغم اني انا بحب الموز بس محبتهش بيقلب كده بريحة وانت بتستحمي اصلا بتشم ريحة كده غريبة فوانا استعملته كمقشر قوي يعني ادى الى تبيض او تقشير الجسم ولا مرتب ولا هو صابون يعني هو صابون وغسلت بيه وخلصنا مش هاشتريه مرة تانية طالما دخلنا على سكراب فانتكلم كمان على سكراب تاني هو مش للجسم هو سكراب هو او ماسك للبشرة طالما دخلنا في بودي شوب خلينا في بودي شوب السكراب ده كان حلو في اوله بعد كده ريحته معرفش يمكن هو له صلاحية معينة بس بفوت صلاحية اي حاجة بتبقى ست شهور هو على رابع شهر ريحته زناخت شوية محبتهش بدأ في الاخر بعد شهرين مثلا كده يحرقني فانتوا قلولي برضو هل السكراب لما بتفتحوه بتقعدو قد ايه وبعد كده بترموه لو انتوا مخلصش انا قعد معايا حوالي زي ما قلتلكو على الشهر التاني او بداية التالت شو ما بقاش بس كدابة بدأ يحرقني فوشي شوية وبدأ يعمل ريحة مش حلوة فحشوش وده كان اسمه امازون او حاجة كده امازونيان اشيا من ضمن حاجات الجسم اللي استعملتها الفترة الاخيرة هي اللي هو اسمه بامبام بامبام كريم لسه سيفورة جايباء قريب هو موجود قبل كده كان موجود في دبي وموجود في السيفورة امريكا وكان بيتباع اونلاين في سيفورة اونلاين برا لو انت حبت جيبيه كنتي لكن دلوقتي الحمد لله موجود في سيفورة الكويت ريحته فاضيعة عام زي ريحة لورا مارسيه اللي هو الليفاندر او العنبر فانيلا نفس الريحة قوي ثابت رائع رائع يعني اخطي كايبه منه الحجم الصغير الحجم الكبير بقى عاملين منه احجام كبير قوي بخمستاشر بثمانتاشر دينار الحجم الكبير قوي بخمستاشر عندي لوشنز كتير يعني هاشتري تاني اكيد لما يخرس كل اللوشنز اللي عندي الجسم بقى نتكلم على بقية الشاورجيل نعلى بقى شوية نعلى بقى شوية ونتكلم اول مرة اتكلم عن شاورجيل فيكتوريا سيكرت بصوا دلوا عين مختلفين ده زيتي وده شاورجيل عادي زي اي شاورجيل فاهمين قصدي طبعا هما سعرهم قبل الخصم سبعة دينار سبعة دينار كتير سبعة لو بخمسين جنيه يعني تلتمية وخمسين جنيه نفس السعر بصلا لبادي ووركس فمش هاشتري انا شاورجيل بتلتمية وخمسين جنيه يعني مش الرفاهية للدرجة دي لكن لو عروسة وعادة تشتري قلت اوكي براحتك والله ميزانياتك بتاع هدي عشر تلاف جنيه في الشهر وتقدر تشتري شاورجيل بثلتمية وخمسين برضو براحتك انت حرة بس خلينا احنا على كافة الشعب عندهم امكانيات مقدرواش يشتروا بالسعر ده انا بشتريهم في العرض ده كان سعره اتنين درقاء يعني مين جنيه اوكي اعتقد لوكس نفس الاسعار وجونسون نفس الاسعار في تمانين ستين حاجة كده برضو انتوا قلولي عبارة عن زيد يعني مش الشاورجيل بتاعنا اللي معتات فده ما بيعملش رغوة لكن سابت في الريحة ريحته عارفين اللي غالي تامنه فيه للامانة غالي تامنه فيه بس في الاخر ده حمام هاخد شاور بشوية صابون قبق زي الفل فاهمين قصدي فالاتنين دول حلوين لو لقتيهم على العرض بدأت بالعطور وحنهي بالعطور حاجات ظهور ريف ظهور ريف من الاول المعتراء او الفواحات اللي بتتحط على المي يا صخنا هي بتغلي او على الشمعة او بتتحط في الجهاز دلوقتي الالكترونيك بتحطي نقطتين من الاول على المي يا فاتبخر فتعمل ريحة ظهور الريف من اجمل العطور او زيوت الفواحة موجودة في صعودية موجودة في الكويت ومش عارفة موجودة في مصر ولا بس من اجمل الروايح اللي حابتها غالي سيكا التولة بتاعته بتبقى بستة في العرض بتبقى بثلاثة وساعات بتوصل الاثنين ونص بجيب في العرض باثنين ونص دايما العطور دي بص هي خلصة زيوت رائعة الزيوت دي كمان مش بتحص مش بتحص مش بتحطي كمان الزيوت دي مش بتحطي بس على الفواحات لريحة البيت والكده لأ هي كمان للجسم بتحطي منها نقطتين او ثلاثة على كريم الجسم بتاعك بتحطي نقطتين او ثلاثة على صابعك وتدعكي بيها شعرك تحطي نقطتين ثلاثة على كريم الجسم وتحت القضط بتدي ريحة فواحة غير طبيعية وكلها فواكه عندهم برضو عود ومسك لكن الفواكه انا حبيتها اكتر المنجة الفراولة البري وزي ما بدأت بالعطور بنهي برضو بالعطور بالبخور والحاجات الحلوة اللي قلتلكوا عليها وايامكم دايما معترة بالزهور والبخور بحبوكوا قوي ويراب يكون فيديو النهاردة عجبك ما طولتش عليكي قوي بحبك كتير بس لو حبيتي الفيديو بليس بليس حطي لي لايك مش تخسري اي حاجة زي ما استفدتي انت كمان في ديني وسعديني باللايك وسعديني كمان بالشير لصحابك لان الشير حيوصل للفيديو الاكبر عدد من الفولور وكمان لو لسا ما تشي سبسكرايب او اشتراك اعمليلي سبسكرايب او اشتراك بحبك قوي وشوفك علىها دايما بنا على خير اشتركوا في القناة